الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملكهم للدين إياك نعبد وإياك نستعيد إدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغفوب عليهم ونضطل بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين أحسب الناس أن يدركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآآت وهو السميع العليم ومن جاد فإنما يجارد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهدا كريد شيء بما ليس لك به علم فلا تطعه ما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي بالله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين آمنوا وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياتهم وما هم بحاثنين بالخطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أذقالهم وأذقالا مع أذقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يسرون ولقد أغسلنا نوعا إلى قومه فلبت فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأغدهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه أصحاب السبينا واجعلناها آية للعالمين وإبراهيم قال لقومه اعبدوا الله واتقون ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتحلقون إذكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يمركون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فحد كذبونهم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخطة ثم يعيدوا إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخطة ثم الله ينشر النشف الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقاه أولئك يجسروا من رحمتي وأولئك لهم عذاب تليم الله أكبر سمع الله لمن حمد فلالك الحمد الله أكبر 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 ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعبت عليهم غير المغضوب عليهم ولا طالين فما كان جواب قومه إلا أن قالوا قتلوه أو حرقوه فأنجام الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتغبتم من دون الله أخبارا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض وينعن بعضكم بعضا وما هو لكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال إني مهاجع إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسعاق ويعقوب واجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الغادرة لمن الصالحين الله أكبر